تيلي مرحبا بك في سكاينيوز عربية العقد رعاية لفريق كوزموس الأمريكي من طرف طيران الإمارات من الأكيد يوم جد سعيد بالنسبة إليك شخصيا أولا أنا سعيد أن أحيي كل أصدقائي في العالم عبر سكاينيوز عربية هذا يوم مميز وهام بالنسبة لي لأن الكل يعرف كوزموس والفريق كان معروفا في كل العالم الآن نحن نعود بفريق جديد وهذا يعني الكثير بالنسبة لي الكل من طبعات الحالي تذكر أن فريق كوزموس كان من أشهر الأندية في عالم كرة القدم في السبعينيات هل هذه الاتفاقية ستعيد أو ستنعش أو تحيي فريق كوزموس وتعيد أمجاد هذه الأمجاد أمجاد السبعينيات صحيح كما أشرت في المؤتمر الصحفي حول مكانة كوزموس في العالم عقد الرعاية هذا مع طيران الإمارات لن يساعد فقط فريق كوزموس بل كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام أنا واثق أن هذه الاتفاقية ستكون جيدة وأتمنى أن تستمر إلى الأبد فريقك الآخر سانتوس البرازيلي بات حديث الشريع الكروي هذه الأيام وبعد انتقال نيمار إلى برشلونة هل صحيح أنك كنت من أشد المعارضين لهذا الانتقال انتقال نيمار إلى أوروبا بالضبط إلى برشلونة أي انتقال يكون مؤسفا لكل شخص يحب فريقا كما أحب سانتوس لكن علينا تقبل الأمر بالنسبة لنا كفريق سانتوس فقدنا لاعبا كبيرا شخصيا أعتبر نيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم وهو يستحق اللاعب في فريق كبير وأتمنى له حظا سعيدا ببرشلونة لأن أسلوب نيمار يشبه أسلوب ميسي وسنرى ماذا سيحصل للاعبين كبيرين في نفس الفريق أتمنى له حظا سعيدا هناك كنت من أشد منتقد هذا اللاعب انتقدت تسريحة شعره انتقدت طريقة لباس انتقدت كل شيء بخصوص نيمار ألم تكن قاسيا في هذه الانتقادات انتقاداتك لموهب شاب كنيمار لا قطعا لا لم أنتقده أبدا أنا فقط كنت أقدم له النصائح في بعض الأحيان كان يفقد التركيز على ما يجري على أرض الملعب وبدل ذلك يولي اهتماما كبيرا لصورته خارج الملعب هذه الأمور يجب أن لا تحدث وهذا ما كنت أنصحه به بيلي سؤال أخير زميلك السابق في فريق كوزموس القيصر بيكنباور يبدو سعيدا هذه الأيام بسيطرة الكرة الألمانية على مستوى الأندية أنت متخوف من أن تفسد الماكينة الألمانية فرحة صنبا البرازيلية في مونديال برازيل 2014 اسمع من الصعب التكاهن بما سيحدث مستقبلا في كرة القدم تحدثت قبل أيام مع بيكنباور وليس هناك أي شك أنه لدينا اليوم ثلاثة أو أربعة منتخبات التي بإمكانها الوصول للمباراة النهائية لكأس العالم إلى جانب البرازيل هناك ألمانيا التي لها منتخبا قويا وهناك كذلك منتخب إسبانيا لكن يجب أن لا ننسى منتخب الأرجنتين الذي دائما يحضر بقوة لكن أتمنى أن تكون البرازيل في المباراة النهائية